نحفظه تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدل ومن يقضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يمرد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقابدنا وفقة عيننا محمدًا أبده ورسوله وصفيه من خطه ونبيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فشف الله به الأمة فاللهم صد عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما نعد فلن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرق أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتله ولا تنوتون إلا وأنتم نصلمون يا أيها الناس تقعبكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يقل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربا اجعلنا من الفارسين واجعلنا من فضلك من ورثة النعيم ثم أما بعده أيها الأحيبة بيران عن أبي ثعلبة الخشمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض خرائضا فلا تضيعوها وحرمت عدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها والحديث رواه حرار قطني وقيل فيه أنه حديث صحيح إذا كان المسلمون أيها الأفوة الكرام قد اهتموا إلى حد ما ببعض الفرائد كالصرأة والصيام والعشر فإنهم لازالوا مقصرين في فريضة مهيمة جعل أطلاق عز وجل من أركان الإسلام ألا وهي فريضة الزكاة زكاة الأموال فكم من مسلم ميسور الخالي اجتمعت فيه شروط تأكية الزكاة وهو غير آبين بها إما عن جهل وإما عن بخل اعلموا رحمكم الله أن الإسلام العبد وإيمانه لا يكتملان مدام لا يحافظ على هذا الركن الركين من دين الإسلام حين تكلم الله تبارك وتعالى في سورة توبة عن المشركين وبين الحرد الفاصل بينهم وبين المسلمين قال الله تمرك وتعالى فإن تابوا فإن تابوا لأولاء المشركين إن تابوا وأطاروا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وانفهم هذه الآية أنهم انقصروا في واحدة أو في واحد من هذه الأركاب في واحدة من هذه الأركاب إن لم يتوقوا أو إن لم يقيموا الصلاة أو إن لم يؤدوا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين فلا يكتمل الإمام العبد وإسلامه حتى يؤدي هذه الفرائد التي ذكر الله عز وجل ومنها إتيال الزكاة ولذلك اعتبر أبو بكر الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم الفول اعتبر مانعي الزكاة مارقين من الدين واعتبر محاربة مواجما من الواجبات من واجبات الأمة وفعلا حاربهم وكان منهم من لا يزال يقيموا الصلاة ويصوم ولكن أبو بكر الصديق عزم أكيدا على محاربة كل من صرق بين الزكاة وبين الفرائد الأخرى فقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقال بعيد وفي رواية لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيه لو منعوني عقالا يعني ذلك الحبل الذي يربط به البعيد لو منعوني حبلا واحدا أو عناقا والعناق هو ذكر وولد المعز ولد المعز الزكا يسمى بالعناق المهدى يسمى بالعناق وهو أقل ما يُعطى في الماشية وأقلها ثمنا لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيه وهذا يبيننا الفهم الصحيح فهم سيدنا أبي بقر الصديق لأركان الإسلام ولما أوجده الله تبارك وتعالى عنه به فاعتبر منعي الزكاة كفارا خارجين من الدين بل تجب محاربتهم بل تجب محاربتهم إن شاء الله سيدنا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآB إحبارة مزيركورة في إجار ليس لفاق ouvر ليس تجاهد مارد الله عز و رجل يتركي له بيتين ليس تجاهدون ليس هذه النقاء لم يكن من مسلم افضل رحلة عدم لا نكون يتجربل title ووو دور الله وفتر لفاقبل كامالنج يبتلك على المنظمة و يجب أن يكون المعارضة كما أنه يأتي المعارضة في الواقع Никما يسأتي بشكل فقط لدى ماهو في الأزاكاس وذلك يدعون كلها من الكثير من الزاكاس في اليوم أشخاص مستعدت للمسلمين وكان ينقل في أراماض لكنه لا يدعون أي شيء المعارضة وانه لا يدعون بالأزاكاس إنه لم يكن بأس دولارة بشكل لهذا ايضا من الأزاكاس يمكن أن يكون لذلك كما تدريه كثيراً وصدره على حقاة من تحيط إلى جدنا أفضل وفي هذا الله تعالى في تعلقه في سورة التعوّر عندما قلت بسوليديس ومن المتحدث بالعقار بالفعل من المتحدث بالفعل وولد الشراء يقول في الصرحة أنه يستمرون جدنا أنه يستمرون جدنا المترجم للقناة أنه مجزئي في النساء. إنهم وحثون يعيشون أنه يقولون عليه أن الله ينجل أن تكون يقوم بها و يعيشون أنك أخطره. كما يجعل من يشجرين أن يجعلون منقعة وهو فرق الأساسي كما يجعلون مجالين. ثم يجعلون مجالا أنه يجعلون مهلا ليس إلي كذلك أنه يجعلون محطة كذبرة كان لهم أساسي يجعلونني اكرره لأنني هل يجعلون أساسي من امر الزقن ويجعلون تقلون بالضغط كذا يريدون مجال يقول الله تبارك وتعالى مخاطب النبي والكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم كيف تطهر الصدقة المؤمنين وفيما تطهرهم الصدقة أيها الإخوة الكرام تطهر أولا الأغنياء تطهرهم من البخل وتطهرهم من الشعر فلا يصير المسلم عبدا لماله لأنه يخرج جزءا منه لله تبارك وتعالى وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى ومن يوقى شحى نفسه فأولئك هم المفلسون وفي ذلك الآية أن الذي لا يتقي شحى نفسه فلن يكون مفلحا من الله تبارك وتعالى ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعسى عبد الدنار وتعسى عبد الدرهم قد فهموا هذا الحديث كإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي أصبح عبدا للدنار والدرهم تصيبه التعاسى يصيبه الفقر المذكر أولا نفهم هذا الحديث على أنه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين يمنعون الصدق ويصبحون عبادا أو عددا يصبحون عبدا للدراجل التي يحصلون عليها فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالتعاسى يدعو عليهم بالتعاسى تعسى عبد الدنار تعسى عبد الدرهم الصدقة أيضا أيها الإخوة الكرام تطهر الفقراء من الحسد والغل والعقد على إخوانهم الأغنياء لأن الفقير متعلم أن المال كلما زاد عند أخيه المسلم كلما دفع صدقة أكبر ودفع زكاة أكبر كلما دعا هذا الفقير لأخيه بزيادة الرزق لأنه يعلمون أنه سيكون من المستفيدين من رق أخيه المسلم وبذلك ينتزع من قلبه الحسد وينزع من قلبه الشهدان والحقد ضد الأغنياء والصدقة أيها الإخوة الكرام مطهرة للأموال التي قد يكون دخلها شيء من الحرام وما أكثر الحرام أو المال الشبه الذي يدخل في أموال الأيوم ما أكثر الأموال الربوية بشكل أو آخر التي تدخل فيما لم يكنه المال فالصدقة أيها الإخوة الكرام تطهر الأموال تطهر أموالنا إن كان فيها مال فيه شبهة ولكن لا ندري أو مال كسبناه من الحرام أو مال الحرام ولكن لا ندري فإن الصدقة تطهر ذلك المال والصدقة تطهر المجتمع من مشاكل الفقر وكنس الثروات لأن المال إذا تداوله الناس بينهم عما النفع وكفر الخير أما إن كنز الناس المال تعمقت الفوارق الاجتماعية بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء وهذا ما نره في بلداننا الإسلامية وفي بلدان الغير إسلامية والصدقة كذلك تطهر الأبدان من الأمراض فقد ورد حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيه حصنوا أموالكم بالزكاة إذا أخذوا الزكاة أموالكم تصبحوا محصنة حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أموال جبلاء بالدعاء والتضرع واجبوا أو استقبلوا أموال جبلاء بالدعاء والتضرع وللأمانة العلمية فقد تكلم أهر الحديث في هذا الحديث منهم من ضعفه ومنهم من حسن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وداووا مرضاكم بالصدقة منهم من حسن هذا المقطع من هذا الحديث بل منهم من صححه ومن أولئك الشيخ العلامة المحدث أحمد الغماري الذي ألف رسالة لهذا الشأن سمناها الزواجر المطلقة لمنكر التداوي بالصدقة وبين فيها من أن هذا الحديث أو هذا النصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي صحيحة داروا مرضاكم بالصدقة فالذي يتصدر ويرج زكاة ماله فإن الله عز وجل قد يرقيه كثيرا من الأمراء وقد يداويه من بعض الأصفاء والصدقة كذلك كما بيّن رسول صلى الله عليه وسلم كما تطفئو الخردي أتاكما تطفئو الماء والناع كما تطفئو الخردي أتاكما تطفئو الماء والناع انتظروا إلى هذا النصيحة و هذا النصيحة من الأطفاء و هذا النصيحة من الأطفاء تطفئوهم و تزكيهم بها جعل الله عز وجل تعالى الله عز وجل ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 في الدنيا نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر والحديث ولم ترجم نانسي قنقر 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 قال فيه نانسي قنقر 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 شكرا الله عزواجن نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر تعليم القاتل في ، ان يقول ذلك على سبيل المنزل ترجمة نانسي قنقر كما تتعرضت هذا ما يتقال الله عز وجل السؤال لا يتعرفون على هذا الدول على هذا المسلس وهذا المسلس يجب أن تتعرض بكل انتظار على هذا المدر ويجب أن نحصل على على الأفضل مع هل يجب أن نجعله ونحصل على هذا المصلاح ونجعله على المنزل تشعرين هناك وهو الذي لم يرسد أقدمه في حقوق حوله ويقومون بفضل عامه لا يرسل أكثر ذلك بينهما يرسل إلى كل العام لتعرض أجل؟ سنرى الأكثر هكذا لا يسيقرون أكثر عنه للهضاء الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن فعله معشر المسلمين إياكم وإياكم عن الامتناع عن إخراج زكاة أموالكم فإن ذلك يعرضكم لما ذكرناه من عقاب في الدنيا وفي الآخرة وإن ذلك يعرضهم لإتلاف أموالكم وهلاكها فقد روى الإمام الشافعي ورمى الإمام البخاري في التاريخ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خارقة صدقة مالا إلا أهلكته ما خارقة صدقة مالا إلا أهلكته يعني لخلت في الفلوس بيئك صدقة ولم تخرجها فإنها تهلك مالا صدقتك المال الصدقتك المال إن تركتها مع مالك أحرقتك يتلف ذلك المال بشكل أو آخر أو أنك لا تنظر ذلك المال تكسبه ولكنك لا تنتفع به ولا ينتفع به أهلك وأولادك إن تركت الصدقة داخل مالك أحرقتك داخل مالك أحرقتك فإنها تهلكم وإعلموا أيها الإخوة الأفضل أن كتاك الزكاة لا ينقص من أموالكم شيئا بل يربيها ويكثرها فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه المسلم ما نقصت صدقة من مال إن أن الصدقة إذا خرجتها من مال فإنها لا تنقصه ذلك المال لا ينقص قدره كثير مننا لا يريد إتيام الزكاة خوفا من مقصان مال وهذا مختلف في اكسابه أيها الإخوة القرار إن كان يكون بالله ويكون برسوله صلى الله عليه وسلم فأليه أن اسمع لهذا المال ما نقصت صدقته من مال وفي مسند إبناء أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فعله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثالث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهم ثلاث مضور أحلف عليهم لا ينقص مال من صدقته فتصدقه لا ينقص مال من صدقته فتصدقه هذا قسم من الرسول الصلاة يقسم بأن المال لا ينقص إذا أخرجت منه الصدقة فتصدقه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا عباد الله لا تخافوا من نقص ماله فإن الصدقة لا تنقصه وعند التلميدي رواية أخرى جاء فيها مال حصمال عبد من صدقة وكان بعض السلفي الصالح لما يأتيهم الذين يطلبون أموال الزكاة كانوا يقولون يا مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار يا مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار ينقلها من دار إلى الدنيا إلى دار آخرة ودار الآخرة ما الذي ينفعك فيها أيها الأخوة الكرام أكثر من ذلك المال الذي استثمرته في الدنيا نحن نضع أموالنا في البنوك أيها الأخوة الكرام نضعها في البنوك لا نمسها ولا نراها وقد لا نستفيد منها إلى موتنا كم من رجل الله وغوال في البنك لن نستفيد منها أبدا ولن تنفعه غدا يوم القيام أما المال الذي تتصدق به أيها الأخوة الكريم فأنت تضمن ربحه غدا يوم القيام هذه البنوك الحقيقة التي فيها الربح هي الدار الآخرة المال الذي تركتبون الآخرة هو المال الرابع أيها العبد المؤمن وقد وعد الله عز وجل عباده قائلا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الحاصل وما أنفقتم من شيء كيفما كان كثيرا أو قائلا فهو يخلفه لا إن لا يأجرك فقط عليه غدا يوم القيام بل يخلفه لك في الدنيا يرجع لك ذلك المال بل قل قد يضاعف كما جاء في آية أخرى وإرجوك الله عز وجل عليه في الآخرة وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون لأولئك هم الذين يجعلون أموالهم تتضاعف في الدنيا ويكثر أجرها في الآخرة مع ما زميناه أيها الإخوة الكرام من أحاديث صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم من آيات بينة لا يملك الأرض المؤمن بالله تبارك وتعالى إلا أن يسارع لإخراج زكاة ماله وأن يؤديها كما أمر الله عز وجل لذلك وأن يمنحها لمن يستحقها إما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وسنخصص خطبة القادمة للحديث عن شروط الزكاة وكيفية أدائها وإمن تدفع الزكاة ونذكر بعض ما يتعلق بأموالنا في هذا الزمن وكيف يجب وعلينا أن نخرج زكاة كل هذه التفاصيل الفقية سنذكر بعضا منها وعلم كل واحد مننا أن يسأل أهلا الهين وأن يسأل أهلا إما ذا فيما يتعلق بأمواله كيف يخرجوها وكيف يحسيبوها حتى لا يعتقب بذنبا عظيما مع الله تبارك وتعالى قد يندم عليهم دن يوم القيامة ويتحصر على فعله يوم يوم تالله تبارك وتعالى يوم تبارك وتعالى تحصر على فعله 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 تبارك وتعالى وتعالى وأن تبارك وتعالى يوم تحصر على فعل تبارك وتعالى تذكرتك فيذدم كيضا تأموالك وتعالى وينتحصر على فعله وكما تسألون لكما يتسألون من الأرض التي يمكنهم البحث فإنهما تسألون لكما يتسألون لكما جاء الله في المحرانة وهناً الكثير من العسابة في الاستخراج مجرحات هذا الكثير من السلحة تقديم من القبض لكم أطفال أنه لا تنسل الأزليس هل من الأزليس المفيد الأجنسة ليس كثيراً أبدا المضاكات مكتبون بالسجاب فإذا جميعينين حسناً وضعيكما أنك السلح ذلك وكما أنك ذكر وإعجاد أنه للا يتحلل وحشًا أجنسون بشكل كثيراً وإذا لم يتحلل وإن اجمع ذلك يوجد مستعدك أن المناسبة لي يكون سيدة جيدة عن هذه الاصفة في الصحة التي يتجاهدين حتى ما يحالقها ويحالقها تكون في ما تغربكها الله أز どهي يحالقها توصيق من سيديًاً يا عز رجس أو يشكر أن تحرف هو القلب ويحالقها تحت كل سيدي خطأ وتسالة أنفسك Wei سأفر الله أنه مسموه يحالقه ويحالقه وفي الوضع أنها يؤلوا فَيَنْتَيْنَا أعرض أنه عندما يجعزها في كانت يجعزها في كي؟ عندما يجعزها مجددا وatti يجعزها فيه من الواجهها المالك؟ عندما يجعزها إلى منه يجعبان ما؟ عندما يجعزها في ذلك بالفيديوهر تستطيع ان تجعزه اليوم اليوم التالي سبحانه ليس لوجود من يجعزها في الواجهة ويجعون ان يسكرني أن لا يدراك ذلك مكان ما يدراك ذلك شيئ سبحانه كل ميزمان يجب أن نعرف يجب علينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة